بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في فيديو جديد من سلسلة مدخل الادراسة الكتاب المقدس وهنكمل في محتويات العهد القديم وهندخل ان شاء الله النهاردة في سفر التثنية سفر التثنية اخر سفر من اصفار موسى الخمسة كالعادة وبشكل تقليدي السفر منسوب لموسى عليه السلام لانه من ضمن اصفار موسى الخمسة لكن كالعادة برضو سفر التثنية لا يحتوي على اي دليل داخلي يدل على من هو كاتب السفر كما الحال في باقي اصفار موسى الخمسة يعني التكوين والخروب واللويين والعدد وكمان التثنية ما فيهمش دليل داخلي بيقول لنا يا جماع سيدنا موسى هو الذي كتب هذا السفر بالنسبة لسفر التثنية في ادلة بتدل او ظاهرها ان سيدنا موسى مش هو الذي كتب هذا السفر سواء في بداية السفر او نهاية السفر او نصوص في وسط السفر كلام مفاده الظاهري ده واحد هو الذي كتب هذا الكلام وبيؤرخ لهذه الاحداث وبينقل لنا كلام سيدنا موسى فبالتالي العبارة المشهورة اللي بتقول ان سيدنا موسى هو بطل هذا السفر اكثر مما هو كاتبه يعني السفر بيتكلم عليه لكن مش هو اللي كتب السفر سفر يشوع يشوع هو بطل هذا السفر اكثر مما هو كاتبه اي سفر منسوب لنبي من الانبياء غالبا هتلاقي ان الاصح انه يتقال هذا النبي هو بطل هذا السفر اكثر مما هو كاتبه بنلاقي في بداية السفر كلام واضح بيقول ايه سفر التثنال صح الاول هذا هو الكلام الذي كلم به موسى جميع اسرائيل يعني واحد بيقرخ لكلام قاله سيدنا موسى وبعدين بيقول في السنة الفلانية في المكان الفلاني ابتدأ موسى يشرح هذه الشريعة قائلا فده واحد بينقلنا عن سيدنا موسى عليه السلام محتاجين نعرف بقى انت نقلت الكلام ده منين ونقلته صح ولا لأ ولما نقلته نقلته بامانة وغيرت فيه ولا مغيرتش والكلام ده كله محتاجين نعرفه كذلك برضو في نهاية هذا السفر بنلاقي في الاصحاح 34 معنوان موت موسى وبيحكي عن سيدنا موسى وبيقول سيدنا موسى مات والدفن وقعدوا يعياته عليه والغاية النهاردة محدش زي موسى بوعث لبني اسرائيل مفيش نبي زي موسى جه بعد كده لغاية النهاردة محدش يعرف سيدنا موسى الدفن فيه يبقى مستحيل يكون سيدنا موسى هو الذي كتب الكلام بداية السفر وانهية السفر بيدل على كده وكمان في نصوص في الوسط طيب كمحتوى سفر التثنية سفر التثنية عبارة عن فلاشباك يعني ايه عبارة عن فلاشباك يعني سيدنا موسى بيسترجع تاريخ بني اسرائيل وبيحكيه على بني اسرائيل علشان يتطعزوا وفي الاخر وفي الاول وفي الوسط في كل السفر تقريبا عمال يقولهم لازم تلتزموا بالوصايا والشراء والاحكام علشان تحصلوا على البركات وتتملكوا الارض يا اما لو ما التزمتوش بالوصايا والشراء والاحكام ربنا هيصبكم باللعنات وحيبتكم وحيطردكم من الارض وحيصلت عليكم اعدائكم وهكذا العظة دي او الطلب ده الاساسي ان لازم نلتزم علشان نحصل لو ما التزمناش مش هنحصل دي الفائدة الكبرى من العهد القديم بالكامل هي دي رسالة اصفار موسى الخمسة هي دي رسالة الاصفار التاريخية هي دي رسالة اصفار الانبياء الكبار وارسالة اصفار الانبياء الصغار بغض النظر عن الاصفار الحكامية والشعرية اللي هم يعني مواعظ وحكم وبعض الصلوات لكن باقي العهد القديم كله من بداياته والى نهاياته بيدور حول هذا الموضوع ومع ذلك سبحان الله وجدنا ان يعني فجأة بالسهولة دي ده عهد قديم وفي نظام جديد عهد جديد وحندخل الجنة بالصلب والفداء مش باتباع الوصاية والشراء والاحكام اللي هي كانت رسالة كل الانبياء قبل بولس حتى المسيح عليه السلام كانت هي دي رسالته طيب فالسفر عبارة عن فلاش باك سيدنا موسى بيحكي التاريخ اللي فات علشان يقول لبني اسرائيل ازاي ربنا كان معاكم وازاي ربنا نصاركم وانزل عليكم من من والسلوة واستلامنا الشريعة ولازم بقى نعمل بهذه الشريعة ومن ضمن بقى اللي احنا بنستفيده من سفر التثنية انه بيحكي مرة اخرى شريعة في وسط كلامه التاريخي فبالتالي سفر التثنية فلاش باك تاريخي في وسطه شريعة بنقارن بقى ما بين اللي موجود في سفر التثنية والاصفار التانية المنسوبة لموسى عليه السلام لان المفروض ان سفر التثنية ما جابش جديد بيحكي نفس التاريخ اللي اصلا حصل قبل كده فالمفروض ان سفر التثنية بدايته بعد اخر حاجة حصلت في السفر اللي قبله هي الدنيا ماشية بتسلسل كده فبالتالي بنلاقي ايه ان سيدنا موسى بقى بدأ يحكي لهم القصة وفي وسط القصة فيه شريعة بنقارن بقى هل القصة زي ما هي مذكورة في التثنية نفسها زي اللي مذكور في الاصفار اللي فاتت ولا فيه تناقضات واختلافات واخطاء هل الشريعة زي ما هي محكية هنا في سفر التثنية نفس اللي محكي في الاصفار اللي فاتت ولا فيه تناقضات واختلافات وأغلاط وازاي يبرر المسيحي هذه التناقضات والاخطاء والاختلافات إن وجدت والمفروض إن سفر التثنية ما بيحكيش حاجة جديدة ده فلاش باك للقديم طيب ما علينا لما نبتدي كده نحكي الكلام قلنا بداية سفر التثنية واضح جدا إنه تأريخ للي حصل في السنة الفلانية في المكان الفلاني سيدنا موسى كلم بني اسرائيل وقال لهم الكلام ده وبعدين بنبتدي بقى سرد تاريخي تعيين قادة كذا كذا التمرد على الرب وولتيه في البرية في الأصحاح التاني بعد كده بنلاقي في آخر الأصحاح التاني في العدد رقم 33 بنلاقي بقى إعادة سرد للحروب اللي خضها سيدنا موسى عليه السلام مع هارون مع يشوع بن نون فبيتكلم عن بلد فبيقول فدفعه الرب إلهنا أمامنا فضربناه وبنيه وجميع قومه وأخذنا كل مدنه في ذلك الوقت وحرمنا من كل مدينة الرجال والنساء والأطفال لم نبق شاردا لكن البهائم نهبناها لأنفسنا وغنيمة المدن التي أخذنا طب هنا النص ده فيه جزءين الجزء اللي زي اللي احنا عرفنا قبل كده فكرة الحروب والاعتداءات والإبادة والكلام ده كله وإن الإشكالية في المسألة إن اليهود والنصارى مش بياخدوا هذه النصوص على أنها حكايات خاصة حروب خاصة واللي حصل فيها كان جزاء لهذه الشعوب الكافرة المتمردة على الرب وهكذا لا اليهود والنصارى بيقولوا يا جماعة احنا عوزين نتعلم إزاي نحارب طب ما احنا نشوف سيدنا موسى وهارون ويشوع عليهم أفضل الصلاة والسلام حربوا ازاي ونحارب زيهم كانوا بيبيدوا الناس نبيد زيهم كانوا بيحرقوا المدن نحرق زيهم أطفال وشيوخ ونساء وأطفال وردع وبهائم وحمير وغنم كله يموت ندبح كله مفيش مشكلة احنا نعمل زيهم ودي اشكالية في غاية الأهمية تاني شيء فيه هنا بيقول لكن البهائم نهبناها لأنفسنا وغنيمة المدن التي أخذنا هنا ممكن حد يستشكل ويقول ده في حديث عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن الغنيمة أحلت له كصفة خاصة به كنبي ورسول وأن محدش قبله أحلت له الغنائم بنرد على الكلام ده الزي ما هو هنا بيقول أهو خدوا غنائم يبقى فيه تناقض ظاهري الرد بطريقتين الطريقة الأولى أن الكلام اللي في الكتاب المقدس ده كذب وما نقدرش نثق فيه طب ما الكتاب بيقول أن الأنبياء زنوا وإحنا عندنا ما زنوش يبقى فيه تناقض يبقى فيه مشكلة لازم نحلها لا ما فيه مشكلة هما كذبوا أحنا اللي عندنا الحق وخلاص ده حل بسيط جدا جدا الكتاب المقدس ملوش موسوقية ولا مصدقية ليس دليلا تاريخيا قائما حتى إذا تعارض مع القرآن نجد أن فيه إشكالية لا نفض للكتاب المقدس وخلاص محرر وملوش موسوقية ومصدقية الحل الثاني في المسألة إن هذه الغنائم الشعب بني إسرائيل ما كانش بيستفيد منه بشكل خاص لكن كانت في النهاية بتقدم كقرابين لله والكلام ده مذكور فيه أماكن أخرى في الكتاب المقدس فيه مواضع كثيرة جدا آنية النحاس والفضة والذهب والكلام ده كله والحيوانات تقدم كذباح والكلام ده كله حتى إن في بعض القصص إن ربنا قال له لا أنت ما تسيبش حتى البقر والحمير والغنم كله يموت فممكن ده يكون تناقض إش معنى هنا نهبوا وفي قصص أخرى لما ما أتلوش البقر والحمير والغنم ربنا غضب عليهم وندم إنه اختار شاو الكاملك والكلام ده كله فيا إما القصة هنا غلط وهم ما نهبوش أو لما نهبوا ربنا وبخهم وهم ما عملوا غلط وما كانش المفروض ينهبوا ويختنوا يا إما معنى كلام الاغتنام والنهب ده معناه إن هو في النهاية سيقدم لله في خيمة الاجتماع كقربان وهكذا مش بيستفيدوا منه بشكل شخصي مش زي المسلمين المسلمين كانوا بياخدوا الغنائم تتوزع على الجنود علشان يستفيدوا منها بشكل شخصي يبقى دخل واقتصاد المسلمين يزدهر بسبب هذا طيب هنا برضو في الاسحاء الثالث كلام عن إنه دفع الرب إلهنا إلى أيدينا مش عارف مين فضربناه حتى لم يبقى له شارد وبرضو في العدد السادس من الاسحاء الثالث فحرمناها كما فعلنا بسيحون كذا كذا الرجال والنساء والأطفال والبهايم اختنموها وهكذا نفس الكلام القصصي وبعدين هنا في نص في الاسحاء الثالث العدد رقم 22 لا تخافوا منهم لأن الرب إلهكم هو المحارب عنكم لأن الرب إلهكم هو المحارب عنكم النص ده ممكن نستفيد منه في موضوع النقاشات حول أسماء الله وصفاته في القرآن والسنة والانتقادات اللي غير المسلمين بينتقدوها في هذا المجال بنقول لهم أنتوا شايفين بعض الأسماء والصفات مستقبحة ما ينفعش نسمي ربنا كده الأولى تنشغلوا بأنفسكم لأن الكتاب المقدس مليان أسماء وصفات قبيحة جدا مسيئة لله عز وجل لا يجوز أن نصف الله عز وجل بهذه الصفات ولا أن نسميه بهذه الأسماء وبعدين نبتدي نرد عليهم ونقول طب الأسماء اللي انتوا بتعترضوا عليها هل هي موقوفة على المنصوص عليه في القرآن والسنة ولا ده اسم مشتق وبعدين نشوف عند أهل السنة والجماعة هل يجوز اشتقاق الاسم من الصفة ولا لا يعني الله عز وجل وصف بصفة ينفع نشتقي منه اسم يعني هنا الرب لكم هو المحارب عنكم يبقى ربنا اسمه المحارب ولما تدعو الله تقول له يا محارب أو المحارب كذا يعني تستخدم هذا الاسم هل يجوز هذا؟ ولا ممكن الصفة مقيدة في سياق السياق ده بيجعل الصفة صفة كمال وجلال لله عز وجل لكنها مش صفة مطلقة مقيدة في سياق ولما الصفة تكون مقيدة في سياق بتعطي كمال وجلال لله عز وجل فبالتالي بما ان الصفة مش مقيدة آسف بما ان الصفة مقيدة لا يجوز ان نشتقي منها اسم زي مثلا ويمكرون ويمكر الله ان الله عز وجل دبر لهم في الخفاء ما يخزيهم وينجي انبياءه من كيد ومكر بني اسرائيل فدي صفة كمال وجلال في هذا السياق صفة مقيدة ما ينفعش بقى احنا نقول ده ربنا اسمه المكار لا دي صفة مقيدة مقيدة بالسياق السياق بيجعل من الصفة صفة كمال وجلال فهنا بنقول المحارب يعني المقصود ان الله عز وجل ينصرهم في الحرب ويعنهم وينصرهم على اعدائهم ويملك لهم اراضيهم وهكذا طبعا النصارى ما عندهمش هذه الاصول في الاسماء والصفات فبيعترضوا خلاص فوق ده كله ما هماش عارفين الاسماء والصفات اللي عندهم في كتابهم الله المستعان واجب علينا للأسف نصحح افهمهم ونعلمهم اللي عندهم علشان ما يعترضوش على اللي عندنا ونصحح لهم افهمهم المغلوطة في اللي عندنا طيب في الاسخح الرابع تحت عنوان الامر بالطاعة بيقول فالان يا اسرائيل اسمع الفرائض والاحكام التي انا اعلمكم لتعملوها لكي تحيا وتدخل وتمتلكوا الارض التي الرب اله ابائكم يعطيكم لا تزيدوا على الكلام الذي انا اصيكم به ولا تنقصوا منه لكي تحفظوا وصايا الرب الهكم التي انا اصيكم بها الشق الاول فيها اسمعوا لتعملوا لكي تحيوا وتمتلكوا فبالتالي المسألة الشرطية بحتة لو ما سمعتوش وما عملتوش مش هتحيوا ومش هتمتلكوا وزي ما قلت سفر التثنية مليان مليان نصوص بهذا المعنى وان المسألة مش مشروطة مش ان بني اسرائيل يروح يعبد العجل ويستمر على عبادة العجل ولا يتوبوا برضو ربنا هيملكوا امال التيه ده حصل ليه اصلا علشان شعب بني اسرائيل دول زاغوا وفسدوا فربنا قال الجيل ده ما يدخلش الاراضي المقدسة لانه جيل فاسد لكن اللي يعبد الله ويلتزم بالوصايا والشرع والاحكام ربنا يعطي له بركات وارض وكذا طب الجزء التاني هنا لا تزيدوا على الكلام الذي انا اصيكم به ولا تنقصوا منه لكي تحفظوا وصايا الرب هنا حفظ الوصايا بعدم الزيادة عليها او النقصان منها المعنى الظاهري في المسألة ان ربنا نص على وصايا معينة والكتاب المقدس بيقول ان الوصايا دي كانت مكتوبة وان سيدنا موسى كتب هذه الوصايا وبعدين جمع اللاويين وبني اسرائيل واشهد عليهم السماء والارض ان انتو تسلمتم الوصايا واعرفتوها وسيدنا موسى قالوكم على اهميتها وهكذا ومع ذلك ما حفظتوش عليها او تنبأ بان انتو مش هتحفظوا عليها وتغيظون الرب بأعمال ايديكم وهكذا اللي انا عايز اوصلوا ايه ان الوصية بعدم الزيادة والنقصان على الوصايا تتضمن النهي عن تحريف النص لان الالتزام بالوصية في الاصل ادراك لنص الوصية نفسها انا عندي نص الوصية ومحافظ على نص الوصية او عارف نص الوصية يبقى هقدر لو انا عايز التزم بيه هلتزم لكن لو نص الوصية انا مش عارفها اضاف عليها او اتحدث منها لما اجي بقى اعمل بنص الوصية هيبقى فيه خلل في العمل يبقى الاصل المحافظة على الوحي ان انا مزودش على الوحي ولا نقص منه علشان لما اجي اعمل بالوحي يبقى نص الوحي موجود عندي اقدر التزم بيه فقط لا غير مزودش عليه ولا نقص منه فبالتالي لأ احنا بقى بنقول ان بني اسرائيل اي وربنا اعطاهم الوصية وربنا اشهد عليهم السماء والارض وبقى هم المطلوب منهم يحفظوا على الوصية كنص وكعمل وربنا بيقول في القرآن الكريم بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء بما استحفظوا يعني استؤمنوا يعني الله عز وجل امرهم وطلب منهم ان هم يحفظوا على الكتاب الحفاظ عليه نصا وعملا هنا هو بيقول ايه لكي تحفظوا تحفظوا تحافظوا نفس الكلام اللي موجود في عمال الرسول استيفانوس كان بيعايل اليهود كان بيقولهم ايه الذين اخذتوا من نموس بترتيب ملائكة يعني الملائكة قالوا لكم ادي الكتابة هو اتفضلوا الكتاب اخذتوا من نموس بترتيب ملائكة ولم تحفظوه ولم تحفظوه يعني لم تحافظوا عليه الكتاب زي ما تسلمتوه ما حافظتوش عليه ده نفس اللي حصل سيدنا موسى سلمهم الكتاب وقال لهم ما تزدوش ولا تنقصوا علشان تحافظوا عليه وتقدروا تعملوا باللي فيه لكن هم ما حافظوش ده ثابت قطعا ولا شك تاريخ جغرافيا نصوص قرآن سنة هو ده اللي حصل طيب هنا في الاصحاح الرابع العدد رقم 16 بيقول لألا تفسدوا وتعملوا لأنفسكم تمثالا منحوتا صورة مثال ما شبه ذكر او انثى وبرضو في العدد رقم 23 احترزوا من ان تنسوا عهد الرب الهكم الذي قطعه معكم وتصنعوا لأنفسكم تمثالا منحوتا صورة كل ما نهاك عنه الرب الهك لأن الرب الهك هو نار اكلا اله غيور طيب والرية الإسلامي ان ربنا امر اقتمر ربنا نهى انتهي وخلاص ما عدش اتفلسف اتفذلك وهذا هو الاورع والافضل علشان اضمن في النهاية ان انا محافظ على وصاية الله عز وجل ومؤتمر باوامره ومنتهي على النواهيه طبعا الارثودوكس والكاثوليك عندهم الايقونات والتماثيل الكاثوليك عندهم التماثيل اكتر وانا متذكر جدا لما كنت ماشي انا ومعاز وبعض الاخوة وكان علي منا كنيسة بصيت كده الباب كان مفتوح لقيت تمثال بالحجم الطبيعي تقريبا لماريام ولا حاجة زي كده فلاقيت نفسي برجع لورا وببص ايه ده وخلنا صورة للتمثال وبعدين عرفنا يعني الكاثوليك هم اكتر كنيس بتعمل تمثيل وهكذا لكن الارثودوكس برضو عندهم تمثيل وعندهم ايقونات وصور وهكذا ظاهر الكتاب ما تعملوش لكن هم برضو بيعملو الايه ما بنعبدش وبعدين هل انتوا ما ما بتعبدوش ولا لا دول بيسجدوا للايقونات يا راجل يقولك لا ده سجود تكريم مش سجود عبادة نحنا بنسجد لكل حاجة بنسجد للخشبة الصليب بنسجد للمذبح بنسجد للكاهن بنسجد للايقونا بنسجد للقربان ايه اللي ما بنسجدلوش وبعدين يقولك دي ما احناش مش شركين ولا حاجة واحنا مش مخالفين لوصايا ما يعلم هنا في النص لما بيقول في الاسحاح الرابع العدد رقم 24 لان الرب الهك هو نار اكلة برضو من ضمن النصوص اللي بتنفعنا في مسألة ان احنا نناقش الاسماء والصفات ما بين المسلمين والمسيحيين وبعدين يعني ايه الاله نار اكلة هونتو بتعبودوا النار ولا متأثرين بالمجوس والاخ معاذ عليان ربنا يحفظه يبارك فيه له مقالة في مسألة عبادة النار في المسيحية طب يعني احنا بنعرف في تاريخ بني اسرائيل ان كان في ملوك لبني اسرائيل بيجيزوا اولادهم في النار يعني بيرموهم في النار كقربان للاله بيعبد النار طبعا الكتاب المقدس بينهى عن ده بينهى عن ايه ان انت ما ترميش ولادك في النار زي ما الوثنيين الكفار دول بيعملوا لكن ده ما منعشي ان الكتاب المقدس وممارسات اليهود والنصارى قطعا ولا شك تأثرت بالشعوب الوثنية اللي كانوا عايشين حواليهم ده قطعا ولا شك في العدد رقم 39 في الاسخح الرابع فعلم اليوم وردد في قلبك ان الرب هو الاله في السماء من فوق وعلى الارض من اسفل ليس سواه وده وصف شبيه بالله احنا بنعرفه في القرآن الكريم على مسارة الاله في السماء وفي الارض وبعدين في العدد رقم 40 واحفظ فرائضه ووصاياه التي انا اصيك بها اليوم لكي يحسن اليك وإلى اولادك من بعدك ولكي تطيل ايامك في الارض التي الرب الهك هيعطيك الى الابد هو بيقولك الارض هيعطيك الى الابد لا عشان يطيل ايامك في الارض دي لو فضلت الى الابد تلتزم بالوصايا والشرائع يبقى الارض دي هتكون ليك للأبد لان العهد ما بينك وبين الله ابدي ابدي مش هينسخ بكلام بولس بعهد جديد وعهد قديم يعني ايه عهد ابدي الختان عهد ابدي فريضة ابدية كذا النصاري يقولك لا يعني ما هواش ابدي ولا حاجة ده نسخة وبعدين يجوا يعيبوا على النسخ والمنسوخ عندنا نسخة وبقى في عهد جديد ندخل الجنة بالفداء والصلاة الله المستهد في نهاية الاصحاح الرابع تحت عنوان الشريعة وبعدين بداية الاصحاح الخامس الوصايا العشر الكلام عن استلام الوصايا العشر والكلام ده كله هنا لو قارننا الهدف من الفيديوهات المفروض مش ان انا اشرح بالتفصيل واقرأ من اللي لا انا بعطيك افكار علشان تشتغل عليها فهنا الاستلام الوصايا العشر موجوده في التاثنية الاصحاح الخامس وموجود برضو في الخروج قارن ما بين الاتنين وهتلاقي في اختلافات طب الاختلافات دي جات منين يجي النصران يقولك ما هو اصل علشان اول مرة لما استلم نزل وكسر وبعدين استلم مرة تانية فدي المرة التانية بنقوله لا ده كلام فاضل ليه لان هنا في السياق حكاية سيدنا موسى التاريخية عن اللي حصل دي المرة الاولى وما كانوش حتى لسه عبدوا العجل وكسر الالواح فبالتالي انت ايه بقى تبريرك فيما يخص ان الوصايا مختلفة او فيما بين اختلافات طيب في الاسحاح الخامس فاخروا في العدد رقم 32 فاحترزوا لتعملوا كما امركم الرب الهكم لا تزيغوا يمينا ولا يسارا في جميع الطريق التي اوصاكم بها الرب الهكم تسلكون لكي تحيوا ويكون لكم خير وتطيلوا الايام في الارض التي تمتلكونها هتعملوا يطيل ايامكم ربنا هيبارك لكم وهكذا ما عملتوش ما التزمتوش ربنا هيبيتكم ويطردكم طيب في الاسحاح السادس العدد المشهور 6 اربعة اثناء 6 اربعة اسمع يا اسرائيل الرب الهنا رب واحد فتحب الرب الهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قوتك النص ده بحب استشهد بيه على انه من النصوص الدالة على انه ما فيش تلوث الرب الهنا رب واحد يعني رب نكرة اسم جنس للدلالة على الطبيعة او النوع او الجوهر او كذا من الربوبية لا يوجد الا واحد زي لان الله واحد ومش تلاتة ولان لانه ليس اله اخر الا واحد ولكن لنا اله واحد الاب وهكذا نصوص كثيرة بهذا المعنى ومع ذلك لا ان نصر يقوله لا الواحد المقصود هو الاب ده الكتاب المقدس بينص على كده لا هيقوله ما هم واش واحد هم تلاتة من جنس الربوبية والالوهية الاب والابن والروح القدس ورغم ان الكتاب بيقول ان الالوهية الحقيقية حصرية في الاب لان يعرفوك انت الالوه الحقيقي الوحيد او الالوه الحقيقي وحدك او زي لنا اله واحد الاب الله المستعان رغم كل هذه الادلة اللي بتنفي ان الالوهية في ثلاثة وان الرب اله هنا رب واحد والله واحد وان ليس اله جنس اخر الا واحد واحد من جنس الالوهية مع ذلك النصرى بيقولوا لا تلاتة من جنس الالوهية وبنخالف الكتاب مقدس وانت اش فاهمك انت اصلا مش فاهم الثلاث في التثنية الاسحاح السابع العدد رقم 13 الرب الهك تتقي وياه تعبد وباسمه تحلف مسألة وياه تعبد ويعني ايه العبادة عند المسلمين وعند النصرى المسلمين عندهم مفهوم واضح جدا للعبادة وبعدين طب عند النصرى يعني ايه عبادة فهل العبادة كل الافعال والاقوال اللي يحبها الله ويرضاها ظاهرة او باطنة يعني تشمل اعمال القلوب واعمال الجوارح والاركان وبعدين احنا بنجد في القرآن والسنة كل الافعال والاقوال وكذا والاعمال القلبية كله اللي في سياق العبادة دي عبادات فبالتالي لا يجوز الا ان اقدمها لله مدام هي عبادة وإلا لو قدمتها لغير الله يبقى انا وقعت في الشرك طلعا للمفاهيم الدخيقة دي عند اليهود والنصارى ابيض يا ورد فبالتالي هل السجود عبادة ولا لا عبادة ينفع اسجد لحد تاني غير ربنا الشريعة الاسلامية واضحة جدا في المسألة دي النصارى لا مش واضحة سيقولك طم فيه انبياء يعني ما الانبياء زنوا افرض ده كمان من الكفر اللي هم عملوه اللي انتو بتنسبوه ليهم هل افعلهم حجة اصلا وعرفت منين ان ده فعل حسن فتستني بيه ودي قضية رئيسية جدا النبي الزنى في الكتاب ليه ما بتروحش تزني زيه الكتاب مواضح في ان الزنى حرام فهو وقع في معصية وخطير طيب ما الكتاب بيقول ما تسجدش غير لربنا وهما برضو سجدوا لغير ربنا طب نعمل ايه وهكذا الله المستعان القضايا دي وده مبحث في عقلي ولا بد ان يحرر مسألة التوحيد بين المسلمين وغير المسلمين وخصوصا اليهود والنصارى مش بس كده مفهوم العبادة بين المسلمين واليهود والنصارى ده بحث في عقلي اريد ان اشتغل عليه التقرير الاسلامي واضح جدا وموجود في كتب العلماء كثير جدا لكن القضية ان انت تضبط هذا من كتب النصارى يا ترى في المكتبة اللي ورايا دي في كتب بتتكلم في المسألة دي ايه هي العبادة وايه هي الافعال والاقوال الظاهرة والباطنة اللي تدخل ضمن العبادة فبالتالي لان الرب لان الرب الهكم اله غيور في وسطكم لألا يحمى غضب الرب الهكم عليكم فيبيدكم من وجه الارض هتروحوا تتبعوا آلهة اخرى الوصايا والشرائع والاحكام اهم وصية هي ايه اسمع اسرائيل الرب الهنا رب واحد وتحب الرب الهك من كل قلبك ومن كل فكرك ومن كل نفسك والرب الهك تتقي وإياه تعبد وفي اسمي تحلف ده اهم وصية التوحيد هي الوصية الاولى كلام جميل طيب يبقى اذا اذا خرقوا التوحيد ده ادعى ان ربنا يغضب عليهم ويسلط عليهم اعداءهم ويبيدهم من على وجه الارض في الاسخح السابع كلام عن طرد الامم والحروب برضو مرة اخرى الاسخح السابع تحت عنوان طرد الامم في العدد اتنين ودفعهم من رب الهك امامك وضربتهم فانك تحرمهم لا تقتلهم عهدا ولا تشفق عليهم ولا تصاهرهم ولكن هكذا تفعلون بهم نعمل اي رب تهدمون مذبحهم وتكثرون انصابهم وتقطعون سواريهم وتحرقون تماثيلهم بالنار لانك انت شعب مقادل تخيل بقى والكلام ده يعني منصوص عليه نصا عندنا القضية دي يقولك شوف السلفيين اعداء التراث وعندهم كلام عن طمس وجوه التمثيل والكلام ده كله الله المستعين طب ما ده امر معروف من ايام سيدنا موسى لا احنا نعترض على المسلمين لكن ما نستجريش ان احنا نقول الكلام ده عن النصارى انا فاكر لما كنا في اسوان كنت مع معاذ عليان ومحمود داود كان عندنا دورة في اسوان وكنا في قلب معبد الكارنك من قلب معبد فيلة معبد فيلة النقوش اللي على الجدران مشوهة ولما نسأل بقى ليه مشوهة قالونا دول النصارى الرومان نفذوا الاحكام الالهية في الكتاب المقدس وحاولوا يهدموا المعابد دي والتمثيل دي وهكذا ليه علشان الرب بيقول لهم تهدمون مذابحهم وتكسرون انصابهم وتقطعون سواريهم وتحرقون تمثيلهم بالنار هل يجرؤ شخص يفتح ملف ويقول مثلا عداء الحضارة المسيحية للحضارات اللي قبلها وانهم عاوزين يطمسوا التراث وعاوزين يطمسوا التاريخ وعاوزين يقضوا على حضاراتنا الفرعونية هل يجرؤ كاهن ويقول احنا مأمورين بدا مفروض نحطم التمثيل وكذا وكذا الله نستعلم القضية يعني كبيرة لكن انا فقط اعطي بعض الافكار يعني اعطي بعض الافكار مش انك اثر وانك حرق لا يعني المسألة لو هندرسها بشكل شرعي وفي نصوص يبقى لا يجوز الاعتراض على النصوص ونعمل اللي ربنا امر به وبعدين خصوصا بقى لو في نصوص زيها في ديانات تانية احنا يعني ما بنحبش حتى نقول عليهم ان هم كفار ما نعترضش بقى على المسلمين وخلاص لا نبقى محيدين ونقول لا انا معترض على المسلمين وكمان معترض على الكتاب مقدس واليهود والنصار في الاسخاح السابع العدد رقم 12 من اجل انكم تسمعون هذه الاحكام وتحفظون وتعملونها يحفظ لك الرب الهك العهد من اجل انكم يحفظ لك الرب الكتاب سفر التثنية ده تحديدا مليان نفس النوعية برضو الاسخاح السابع العدد رقم 23 كلام عن الحروب وازاي نتعامل ويدفعهم الرب الهك امامك ويوقع بهم اضطرابا عظيما حتى يفنوا ويدفع ملوكهم الى يدك فتمحوا اسمهم من تحت السماء ما يفضل شليهم ذكر لا يقف انسان في وجهك حتى تفنيهم وتمثيل الهتهم تحرقون بالنار لا تشتهي فضة ولا ذهب مما عليها لتأخذ لك لألا تصاد به نفس الكلام يعني ما تاخدش لذاب ولا فضة ولا اي حاجة نص في الاصحاح الثامن نص مشهور العدد رقم ثلاثة كذا كذا بيقول ايه لكي يعلمك انه ليس بالخبز وحده يحيى الانسان بل بكل ما يخرج من ثم الرب يحيى الانسان طبعا النص ده مشهور واقتبسوا المسيح في ما يسمى التجربة على الجبل وانه هو كان صايم اربعين يوم والشيطان قال له لو كنت ابن الله حول الحجارة دي خبز فالمسيح قال له ليس بالخبز وحده يحيى الانسان بل بكل كلمة تخرج من ثم الله طيب هنا انا اقصد اثير فكرة ان احنا عندنا اقتباسات من العهد القديم في العهد الجديد كويس نراجع اختلافات تحريف تناقضات الكلام ده حلو طيب كويس اه كان في معلومة يعني قصة كنا في مرة فالراجل صاحب المكتبة تقريبا كان عاوز يروح ياكل ومش عارف مين فبيقول يلا يا جماعة لشان عاوز اروح اتغدى وكده فبقول له ليس بالخبز وحده ويحيى الانسان والراجل يعني مسيحي والنص اقتبس المسيح ومش عارف النص بيقول لي امال بايه فانا ومعاذ في نفس واحد بل بكل كلمة تخرج من فم الله والمعنى صحيح يعني المعنى ان الشخص عندما يكون في معية الله عز وجل وملتزم حتى لو هو صائم من الفجر الغاية المغرب من غير لا اكل ولا شرب كونوا انه بيعيش هذه العبادة الله عز وجل يحفظه ولا يشعر بجوع ولا اي شيء وده حقيقي ده مش شغل ده رويش في الاصحاح الثامن العدد رقم تسعتاشر وان نسيت الرب الهك لو عملت شوف لو عملت تاخد بركة وارض طب لو نسيت وان نسيت الرب الهك وذهبت وراء لها اخرى وعبدتها وسجدت لها اشهد عليكم اليوم انكم تبدون لمحالك خلاص هتبادوا لو عملتم كده هتبادوا كالشعوب الذين يبيدهم الرب من امامكم كذلك تبيدون لأجل انكم لم تسمعوا لقول الرب الهكم والله هذه المسألة هي التي لأجلها خلقنا اصلا الله عز وجل يقول وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون فهنا النصب لانكم لم تسمعوا لقول الرب الهكم تسمع كلام الله يعني اتباع الوحي مش مجرد السماع يعني انا سمعت بالسماع لا مش ده المقصود انت تسمع وتتبع وتستسلم وتنقاض وتذعن وتطيع هو هو ده اللي هيدخلك الجن وهو ده اللي هيعطيك كل الخير لكن ما تسمعش ما تعملش ما تضعنش ما تطعش ما تستسلمش ده مش هتروح النار مش بس هتروح النار ده كمان ربنا هيذلك في الدنيا وهكذا فالمسألة ايه نحن نعرف هذا الوحي الذي يأتينا من الله عن طريق الانبياء والرسل يبقى لازم نؤمن بنبي ورسول الاول وناخد الوحي اللي بينقله لنا عن الله ونستسلم ونذعن ونطيع هذا الوحي كده ندخل الجنة ما عملناش كده مش هندخل الجنة في الاصحاح العاشر تحت عنوان اتقي الرب بيقول فالآن يا اسرائيل ماذا يطلب منك الرب الهك الا ان تتقي الرب يعني عاوز يقول لك هو ربنا بيطلب منك ايه ولا بيأمرك بايه غير كده تتقيه تطيعه تعبده وحده لا شريك له هو ده اعظم امر هو ده اعظم شيء وزي ما قلت من اجل هذا خلقنا فانا بيقول الا ان تتقي الرب الهك لتسلك في كل طرقه يعني ايه في كل طرقه طريق يعني الشريعة شارع لكم من الدين تتبع الشريعة وزي ما قلنا شارع لكم من الدين يعني الدين بعقيدة وتشريعات ووصايا واحكام كل دي شريعة يعني ربنا بيينها لنا فبالتالي تسلك في كل طرقه يعني كل امر ربنا بينهولك في الوحي ربنا بينهلك في الوحي تسلك فيها وتتبعها طيب الله مستحيل هنا وتعبد الرب الهك من كل قلبك ومن كل نفسك وتحفظ وصال رب وفرائده التي انا اصيك بها اليوم لخيرك وبعدين بيقول ان الرب الهك هو اله الاله ورب الارباب الاله العظيم الجبار المهيب الذي لا يأخذ بالوجوه ولا يقبل رشوة دي برضو من ضمن نصوص الجبار هل ربنا جبار وهو فاهم اسم غلط وان الجبار فيها المعنيين فيها معنى العلو والعظمة ومعنى قهر الاعداء وهكذا وايضا فيها معنى الجبر ان الله عز وجل يجبر الكسر ويجبر الالام والاوجع وهكذا وهذا المعنى الجليل العظيم ايضا كنا صار هو ربنا جبار طب انت بتعترض له هو عندك اصلا في الكتاب انه الجبار المهيب النصارى ما بيحبوش الاسماء والصفات اللي فيها جلال الله عز وجل ربنا يخيف اعداءه يذل اعداءه اعداءه يهابونه لا ايه ده ده اله وحش احنا عاوزين الاله المتضع اللي بيتضرب اللي بيتصلب ويموت لكن الاله الجبار المهيب مش عايزينه وده اللي قد الى ان ماركيون جاله خلل شيزوفرينيا اله العهد القديم ده غير اله العهد الجديد ليه لانه المحارب النار الاكلة الجبار المهيب وما الاله العهد الجديد ده ماله العهد الجديد ده المحبة النعمة السلام اللي اللي بقى ده ده اللهم مستعد الشيزوفرينيا دي غلط مفروض يعني عندما نعرف عن الله عز وجل اسماء وصفاته نعرف بكمالها وجلالها وبعظمتها وبكل جوانبها اللهم من ان تنغوي قلوبكم فتزيغوا وتعبدوا آله اخرى وتزجدوا لها فيحمى غضب الرب عليكم كذا كذا فنبي اقول لو سمعتم لوصاياي وعبدتم الله اعطي مطرا في حينه وكذا وابارككم وكذا وكذا لكن لو انغويتوا ورأ لها اخرى وعبدتوها وكذا يحمى غضب الرب عليكم ويغلق السماء وكذا وكذا نصوص كثيرة جدا في سفر التثنية نصوص كثيرة لا حصر له هنا في قصة مهمة جدا في الاصحاح الحداشر العدد رقم 29 بيقول واذا جاء بك الرب الهك الى الارض التي انت داخل اليها لكي تمتلكها فاجعل البركة على جبل جرزيم واللعنة على جبل عبال هنا مفروض فيه جبلين جبلين مشهورين جدا جبل البركة اللي هو جرزيم وجبل اللعنة اللي هو عبال عبال اخر لام لعنة عبال لعنة جرزيم بركة فالرب بيقول له اجعل البركة على جبل جرزيم واللعنة على جبل عبال وبعدين هو مين اللي دخل الارض سيدنا موسى وهارون ما دخلوش الارض دي خلاص بحسب الترتيب التاريخي سيدنا موسى هو لسه عايش بحسب الترتيب التاريخي سيدنا هارون مات وسيدنا موسى خلاص على وشك في اخر السفر هيموت مش هيدخل الاراضي المقدسة ومش هيعبر الاردن المفروض ان يشوع ابن نون بحسب سفر يشوع لما عبر الاردن عمل المذبح على جبل عبال اللي هو اللعنة طب هل معقول ان يشوع ابن نون هيعمل المذبح لله على جبل اللعنة ولا المفروض يعمله على جبل البركة جرزيم فهم بيقولوا ده يشوع ابن نون ما عملش الموضوع ده من دماغه ده المفروض موسى عليه السلام هو الذي امر يشوع ابن نون ان هو يعمل على جبل اسمه جرزيم بتاع البركة ولا عبال بتاع اللعنة النص ده اللي هو نص في سفر التثنية هنقرأ فيه ما بعد مش عارف في الاصحاح 27 ولا 28 مش مهم سيدنا موسى بيقول يشوع ابن نون لما تدخل البلد ولا تعبر الاردن المفروض تعمل المذبح او الامر ده على انهي جبل نسخ التوراة القديمة بمنها اختلافات التوراة السامرية بتقول تعمل على جبل جرزيم اللي هو بتاع البركة والنص العبراني المسوري بيقول تعمله على جبل عبال اللي هو بتاع اللعنة طيب هو يشوع من نون فعلا عمل المذبح على انهي جبل بحسب يشوع بن نون سفر يشوع عمل المذبح على جبل عبال طيب يبقى النص محرف في سفر التثنية الامر على لسان موسى يعمل المذبح فين النص ده فيه تحريف الناسخ كان هيحرف النص ازاي ودي قاعدة رئيسية جدا في النقد النص ان هو علشان خاطر توصل للشكل الصحيح للنص انت عندك اكثر من شكل للنص لازم تبرر سبب وجود الاشكال المختلفة دي في المخطوطات لو مقدرتش تبرر سبب وجود الاشكال الاخر في المخطوطات يبقى انت فاشل نقد فاشل بتختاروا خلاص فالواضح عند العلماء ان النص على لسان موسى في الاصل كان بيقول انه يبقى على جبل جيرزين بتاع البركة ولما انه الساخ وجدوا ان كده فيه مشكلة ودي قاعدة ايضا في النقد النص ان الشكل اللي بيسبب صعوبة غالبا هو الاصح لان غالبا الناسخ كان هيبقى عايز يغير هذا الشكل علشان يزيل الصعوبة من النص فبالتالي لو قلنا ان النص في يشوع بناه على عبال والنص على لسان سيدنا موسى يبني على جيرزين يبقى فيه مشكلة ولا لا اه فيه مشكلة فيه صعوبة ان احنا نقبل ازاي سيدنا موسى يأمر ان هي تبقى على جيرزين وهو عملها على عبال طيب الصعوبة والاشكال سنزلها ازاي ان انت تحرى في النص اللي بيقول جيرزين تخليه عبال فبال سيدنا موسى امر انه يعمل على جبل عبال ويشوع عمل على جبل عبال يبقى ما فيش اي مشكلة فمسألة جيرزين البركة وعبال اللعنة وبعد كده سيدنا موسى بيأمره بيقوله تعمل على جبل جيرزين ولا جبل عبال وبعدين نلاقي في صفر يشوع ده عمل على جبل عبال اللعنة ازاي اصلا يعمل على جبل عبال اما هو اصل موسى قال له كده ولا ما قالوش وفيه اشكال يعني اقصد في النهاية ابحثوا في هذه النصوص ستجدوا الشواهد بتاعت النصوص على الشاشة اول نص هنا في صفر التثنية الاصحح الحداشر العدد رقم 29 فاجعل البركة على جبل جرزيم واللعنة على جبل عبال وبعدين فيما بعد المفروض الامر بتاع سيدنا موسى عليه السلام موجود في الاصحح 27 العدد رقم 4 حين تعبرون الاردن تقيمون هذه الحجارة التي انا اصيكم بها اليوم في جبل عبال ده بحسب النص العبراني المسوري لكن لو بصينا في الترجمة اليسوعية هنلاقي ان الترجمة اليسوعية بتقول في جبل جرزيم والهامش بيقول التقليد ومش عارف مين والنص المسوري بيقول جرزيم وغالبا هي دي اللي اتحرفت لعبال زي ما احنا لقيين هنا في الفندايك والنص في سفر يا شوعة هنبقى نجيله بعدين مش مشكلة في هنا في الاصحاح الاثناشر العدد رقم 15 كذا كذا برضو الكلام عن ايه عن الاكل الطاهر والنجس وإيه اللي تاكل وإيه اللي ما تاكلوش كلام مكرر وبعدين هنا برضو في 23 لكن احترز ان لا تأكل الدم لان الدم هو النفس فلا تأكل النفس مع اللحم كذا كذا برضو كلام عن ايه اللي اتاكل وإيه اللي ما يتاكلش مكرر وبعدين في آخر صح الاثناشر العدد رقم 32 كل الكلام الذي اصيكم به احرصوا لتعملوه لا تزد عليه ولا تنقص منه نفس الكلام في الوصية بانه ما يزودش ولا ينقص شي ليها علاقة بالحفاظ على النص نفسه لان الحفاظ على النص هو اساس العمل به وبعدين في الاسحاح ال13 كلام عن عبادة آلهة اخرى ونبي كاذب ونبي مش كاذب تعالوا نشوف كده هنا بيقول اذا قام في وسطك نبي او حالم حلما وعطاك اية او اعجوبة عمل معجزة لكن بيقولك ولو حدثت الاية او الاعجوبة التي كلمك عنها قائلا لنذهب وراء آلخة اخرى لم نعرفها ونعبدها فلا تسمع لكلام ذلك النبي او الحالم لان الرب الهك يمتحنك طيب يعني هو عاوز كلامه حتى لو عمل او اعجوبة ده ابتلاء فتنة من الله عز وجل فاحنا بنقول اذا كانت المعجزة هنا ليست دليلا على صدق النبوة في ازاي النصارى يقولوا ده دليل على ألوهية المسيح الله المستعنى احنا نقشنا المسألة دي كذا مرة وقلنا ان المعجزة ليست دليل على صدق نبوة فضلا عن انها تكون دليل على ألوهية شخص والمسيح نفسه بيقول انه سيكون مسحق كذبة وانبياء كذبة يعطون ايات عظيمة وعجائب حتى يضلوا ان امكن او لو امكن المختارين ايضا فآيات عظيمة وعجائب وهم مسحق كذبة وانبياء كذبة وبعدين في النهاية بنقول المعجزة دي بسلطان هذا الشخص سلطان الشخصي ولا سلطان مدفوع له من الله لو سلطان مدفوع له من الله يبقى ما فيش مشكلة خلاص مهما عمل من آية او اعجوبة هي في النهاية قدرة الله الله عز وجل فعل هذه المعجزة بواسطته لكن هذا الشخص لم يفعل هذه الآية او الاعجوبة بقوة الشخصية علشان نقول دا اله وهو بيستعرض قوته الالهية او احنا عرفنا قوته الالهية من خلال هذه المعجزة هنا بيقول في النهاية في اسخحة 13 عدد رقم 5 وذلك النبي او الحالم ذلك الحلم يقتل لانه تكلم بالزيغ فالنبي الكاذب ايه ايه اللي بيحصله في النهاية يقتل يموت حتم انفه يحصل له مصيبة فدي نقطة وهنتكلم عنها مرة تانية فيما بعد دليل صدق نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اولا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مدعاش لعبادة اله غريب بمعنى انه دعا لعبادة اله ابراهيم واسحاق ويعقوب والاصباط وموسى وعيسا وان احنا عندنا في القرآن قصة سيدنا موسى واحنا بنقول احنا بنعبد نفس الاله اللي دعا اليه كل الانبياء والمرسلين فبالتالي السيدنا محمد ما دعاش الناس انه يعبد اله غريب هو يمكن النصارى هم اللي انحرفوا وبيطلبوا مننا ان احنا نعبد اله غريب ما نعرفوش اله مثلث اقانيم ما نعرفوش ولا حكى عنه الانبياء القدامى الله المستعان وفي نفس الوقت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لم يقتل او يعني ربنا عصموا من الناس ومات متطبيعية بعد ما بلغ الرسالة وادى الامانة ونصح الامة وكشف الغم هنا في النهاية طب عقوبة الشخص اللي بيدعو لدين اخر او راح يعبد اله اخرى يعني ارتد وعبد اله اخرى او يدعو للارتداد وعبادة اله اخرى ده نعمل في ايه فهنا في التثنية 13 من العدد 6 واذا اغواك سرا اخوك ابن امك او ابنك او ابنتك كذا 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 قائلا نذهب ونعبد اله اخرى لم تعرفها انت ولا اباؤك من الهة الشعوب الذين حولك القريبين منك او البعيدين عنك كذا كذا فلا ترضى منه ولا تسمع له ولا تشفق عينك عليه ولا ترق له ولا تستره بل قتلا تقتله وبعدين بيقول يدك تكون عليه اولا لقتله ثم ايدي جميع الشعب اخيرا ترجمه بالحجارة حتى يموت لانه التمس ان يطوحك عن الرب الهك هنا نقارن طبعا بعقوبة الرد والكلام الكثير هل هي عقوبة ولا هي حد وبعدين العبقار اسلام بحير يقولك شوف دي ما طلعتش حد او في خلاف ما بين العلماء نسميها حد ولا نسميها عقوبة الغالبية يعني انا اميل الى الرأي الذي يقول ان هي عقوبة عقوبة الردة مش حد لان الحدود كفارات يعني الله عز وجل لا يعذب عبدا على ذنب مرتين سرق تقطع يده فلا يعاقب عنها في الاخرة مدام عوقب عنها في الدنيا كذلك الزنة سواء جلدة او رجمة مدام عوقب عنها في الدنيا لا يعاقب عليها في الاخرة فالحد كفارة وما فيش استتابة من الحد اذا هو اعترف وتاب ينفذ فيه الحد لكن في عقوبة الردة عقوبة الردة مش كفارة يعني يعني هو يقتل ردة وبرضو يوم القيامة في نار جهنم وإيه كمان انه لو يعني احنا بنستتيبه قبل القتل يعني يعني نطلب منه انه هو يراجع نفسه ونشوف لو عنده اي اسئلة وشبهات او كذا نجيبه عنها لو هو فضل كافر وعنيد ومالك لأ دينكم غلط وكذا وانا مش هراجع عن قراري وكذا عرد على السيف لم يتطعذ وإلا فقتل خلاص قتل عقوبة ردة بغض النظر هو مين المرتد اللي يقتل الذي يسر اصر ارتداده ولا عرف ارتداده وقطعا ولا شكل اللي هيتنفس في العقوبة لازم نكون عرفنا انه مرتد فخلاص اشاع هذا الامر او بدأ يدعو لكفر او ايا كان مش 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 لكن خلاص اتعارف انه ملحد او مرتد او ايا كان لأي سبب من الاسباب بيستتاب الاول يعني يطلب منه التوبة والرجوع عن موقفه لكي لا يقتل اذا الحد مفيش في كده لكن عقوبة الردة في لو تاب خلاص لا يقتل ولا يعاقب وفي النهاية لو قتل ما هيش كفارة هيكون برضو في نار جهنم في النهاية المقارنة بقى ان هنا مفيش استتابة عرفت انه كافر وبيدعو لأليها اخرى قتلا تقتله لا تشفق عليه كذا 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 طب وبعدين مين اللي هينفذ هذا الحد يدك تكون عليه اولا انت وجميع الشعب كايدنا هيبقى فيه نوع من انواع الفوضى انا عرفت ان فلاندر تد وكفر يدك تكون عليه اولا انا اولى باننا قتله لكن عند المسلمين الحدود والعقوبات ينفذها الحاكم او القاضي او ايا كان يعني شخص يمثل رئيس الدولة او رئيس الدولة اعطاله سلطان انه يقيم العقوبات والحدود وهكذا طيب برضو نفس الكلام قد خرج ده في الاسحاح 13 العدد رقم 13 قد خرج اناس بانوا لئين من وسط كذا 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 نذهب ونعبد عليها اخرى وفحصت وفتشت وسألت جيدا واذا الامر صحيح يعني ده اقصى حاجة تتعمل ان انت بس تشوف ايه هو فعلا كفر ولا كفرش فعلا بيدعو لعبادة عليها اخرى ولا لا مدام ثبت وانا تأكدت وكذا وكذا خلاص تتنفس في العقوبة فضربا تضرب سكان تلك المدينة بحد السيف وتحرمها بكل ما فيها مع بهائمها بحد السيف طيب تجمع كل امتعتها الى وسط ساحتها وتحرق بالنار المدينة وتحرق بالنار المدينة وكل امتعتها كاملة للرب الهك خلاص مدينة فيها ناس بتدعو للكفر تدخل عليهم تبدهم تحرقهم كلهم عن بكرة ايه تخيل لو المسلمين بيعملوا كده مع الكفار اللي حواليهم دي بلدة كافرة وبتدعو الى الكفر ادخل احرقها وبيدها عن بكرة ايه طيب برضو هنا في الاسحاح الاربعتاشر تحت عنوان الاطعيمة الطاهرة والاطعيمة الناجسة نفس الكلام المعاد حتى هنا بنلاقي في الاربعتاشر سبعة الا هذه فلا تأكلوها مما يجتر ومما يشق الظلف الجمل والارنب لانها تجتر الارنب يجتر ومسألة الخطأ العلمي وهو الارنب يجتر ولا لا وارنب بري ولا مش ارنب بري وانا قلت المسألة دي في النهاية حكمها فعل اليهود اليهود ما بيكلوش الارنب اللي احنا بنعمله بالملوخية ده فبالتالي الارنب اللي هو الارنب اللي احنا بنربه وبنعلفه وبنأكله زي الفراخ زي الديك زي الحيوانات الدواجن طبعا وما بيتقلش عن الارنب انه دواجن لكن المقصود يعني الارنب اللي احنا بنربه ونروح نشتريه وبيتبع في نفس المحلات اللي بيتبع فيها الفراخ وكانه هل ده بيكتر طيب هو هنا الكتاب بيحرموا لعلة طب العلة دي صحيحة ولا لا لو كان الكتاب حرموا خلاص خلاص حرموا خلاص لكن هنا حرموا لعلة والطب بيقول او التشريح او ايا كان الارنب ما بيكترش يبقى فيه مشكلة طيب هنا برضو في الاصحاح الاربعتاشر من العدد 22 كلام عن العشور في الاصحاح 15 سنة الابراء والكلام عن العبيد وكذا هنا فيه تحرير العبيد برضو نفس الكلام في الاصحاح 16 عيد الفصح عيد الاسابيع عيد المظال كل الكلام عن الاعياد تكرار ممل محكي في الاصفار اللي فاتت طيب هنا تعيين القضاء وتكلمنا عنها قبل كده واحنا هنتكلم عن عصر القضاء هو خلاص سيدنا موسى هو القائد بعد كده سيدنا يشوع من نون تلميذ موسى وسفر يشوع بعد كده فيه سفر القضاء اللي بيحكي عن عصر القضاء اللي بدايتهم سيدنا موسى عليه السلام لكن الفرق لكن الفرق ما بين اللي كانوا في عصر سيدنا موسى وعصر القضاء ان القضاء دول في عصر القضاء كانوا في مقام سيدنا موسى نفسه مش فيه قائد وتحتيه مجموعة قضاء ما علينا طيب هنا برضو عبادة اللي قاليها الأخرى في آخر الاصحاح الستاشر لا تنصب لنا ما علينا في الاصحاح السبعتاشر برضو نفس الكلام عن عبادة قاليها أخرى وانه قتلا يقتل وكذا ده في العدد تلاتة ذهب ويعبد قاليها أخرى كذا وبعدين العدد الرابع وأخبرت وسمعت وفحصت ولقيته صحيح وأكيد فإن اللي يحصل يخرج ويرجم بالحجارة حتى الموت وهنا التفصيل الزيادة بس على فام شاهدين أو ثلاثة شهود يقتل يعني اثنين أو ثلاثة يشهدوا الراجل ده مرتد الراجل ده بيدعو للكفر وبيدعو ان احنا نعبد عليها أخرى خلاص عرفنا شاهدين أو ثلاثة يقتل بدون رأفة ويرجم بالحجار طيب هنا في نص خطير في الإصحاح السبعتاشر العدد رقم 12 و13 بيقول ايه والرجل الذي يعمل بطغيان فلا يسمع للكاهن الواقف هناك ليخدم الرب إلهك أو للقاضي يقتل ذلك الرجل فتنزع الشر من إسرائيل فيسمع جميع الشعبي ويخافون ولا يطغون بعده شوف الكلام الراجل اللي ما يسمعش الكاهن يتقتل الراجل اللي ما يسمعش للقاضي يتقتل ولا تعليق على أحكام القضاء ولا لا تعقيب على أحكام القضاء هي دي مش يقولك الرجل الذي يطغي دي التغوطية الحقيقية يعني هل المبرر الوحيد لهذا الكلام أن القاضي يكون يوحى إليه من الله أو فيه إجماع أن كلامه موافق للوحي وهو الحق المبين فيه مسألة تستحق القتل أصلا أو الكاهن ده بيوحى إليه من الله فبالتالي ده شخص بيرفض الوحي أو بيرفض شيء مجمع عليه في الدين يعني يعني شو بقى اللي أنا أقبله في المسائل دي هو اللي أحنا كمسلمين يعني يوصلنا لتطبيق عقوبة الردة لكن لمجرد أنه خالف الكاهن يقتل أو لمجرد أنه خالف القاضي يقتل وبعدين إيه تقديس الكاهن للدرجة دي ليه لأنه تقليل تقليل فالقضية دي يعني صعبة جدا لو كان عند المسلمين اللي يخالف شيخه يقتل اللي يخالف قاضي مسلم يقتل قال لا ما فيش خلاف اللي يخالف يتقتل وبعدين بيقولون يا جماعة احنا ما بنعرفش نتناقش معاكم لأن انتو بتشهروا في وجهنا سيف الردة هو احنا زي اليهود بنقول انت مرتد نقوم قتلينك على طول وبعدين فين اصلا تطبيق عقوبة الردة في بلدنا على الاقل ما علينا احكام خاصة بالملك في الاسحاح 17 من الاعداد 14 لغاية 20 بغض النظر عن الكلام اللي فيه مش عايز اضيع الوقت في قراءته لكن متى المسكين في كتابه تاريخ اسرائيل ذكر اثناء كلامه عن ملك سيدنا سليمان عليه السلام قال ايه ببساطة قال سيدنا سليمان فيه عنده نصوص في التوراة بتقول الملك المفروض يعمل ايه وبعدين متى المسكين بيقوله سيدنا سليمان ما عملش منها اي حاجة خياله يعني سيدنا سليمان اللي هو مفروض الملك النبي الوحي عنده بيقوله لما يكون عندك ملك الملك المفروض يعمل كذا وبعدين يقولك بس سيدنا سليمان ما عملش منها ولا حاجة الله المستعين يعني انتو مش كيفايا نسبتوا سيدنا سليمان الكفر وانه راح يعبد آلهة النساء اللي املنا قلبه عن الرب اله وبنالهم معابد وكذا وسيدنا داود اللي نسبتوله اختصاب المرأة وقتل زوجها مع صبق الاصر والترسل لا دا كمان يعني اللي هو ابسط شيء اللي هو المفروض يكون ملك تقي ما بالك انه نبي ربنا موص الملك يكون كذا سيدنا سليمان ما عملش منهم ولا حاجة والزريب في الموضوع ان اصلا انشقاق مبلكة السليمان دي يعني افعال سيدنا سليمان كانت العلماء بيقولوا هي السبب اصلا هي بداية ان ربنا غضب على بني اسرائيل وملك سليمان اللي ورث عن داود ضاع الله المستعين احنا هنتوقف عند هذا القدر علشان الفيديو ما يبقاش طويل في فيديو قادم هنكمل من الاصحاح التمنتاشر لاخر سفر التثمية بإذن الله عز وجل في نهاية هذا الفيديو كالعادة لو كان الفيديو عجبكم اتمنى تعملوا لايك وشير ومنتظر اراءكم واسئلتكم ومقترحاتكم في التعليقات ولما كنتوش اشتركتم في القناة تعملوا سبسكرايب واتمنى ان يحصل تفاعل حول الفيديوهات ونشرها ما بين المهتمين لان تفاعل الاخوة طلبة العلم واهتمامهم بهذه الفيديوهات هو الدافع الاول للاستمرار وانتاج مثل هذه الفيديوهات وانصحكم طبعا بمتابعة القنوات الصديقة قناة البينة الدعوية وقناة مكافح الشبهات وقناة سؤالات الى ان نلتقي دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته